السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مطالبة الصف الثالث السنوي يعني الوحدة الرابعة الدرس الاول هناخد كامير القواعد بتاعته اهم الفربات اللي بنستعملها في وسائل المصالات عندي فيرب عليه ازاي نصرفه الاول باسم اللي نبدأ مع بعض اسم نساش اللايك والشير والاشتراك في القناة هنا فيرب الطاندر يعني ينتظر جاتان جاتان يعني انا انتظر تياتان انت او انت تنتظرين اده اه تغوى زيام اكغوب مجموعة تالتة هو هي نحن ننتظر يعني نحن ننتظر يعني هم هن ينتظروا هنا الفرب بنحزف اغ او بنضيف الاس مع ال جي بنضيف الاس مع تي ما بنضيفش حاجة اخر دي مع ال ال وال والان هنا مع نو بنضيف او ان اس مع الو بنضيف او زد مع ال ال والال بنضيف او ان تي كأنه في جزء الجامع زي المجموعة الاولى هنا فيرب دي سندر يعني ينزل طبعا اه دي اهم فيربات وسائل المصالات نصرف الفرب زي فيرب الطاندر بالزبط منضيف اس اس و ادي فيرب مع ال ال وال والد و ان اس او زد او انتي ج�و دي سند تي سند ال ال اون دي سند نو دي سندو و دي سند ال ال دي سند اهم المعلومات عن الفرب دي سندر لما جي اتعلمه مع وسائل المصالات بنضيف للفرب لما لاقي الفرب الفرب لما لاقيه في الفراز بياخد بعدي يأم دو يأم دو يأم دو لع يأم دو إلا أباستروف قبل وسيلة المواصلات إزاي؟ إما أقول إلا يعني هو ينزل دو سو بيس من هذا الأوتو بيس طبقا أنا لما جيبلي في الاختياري شفت وسيلة مواصلات ومعايا في الفرب دو صندر خدت هنا الدو طب نقول هنا نو دي صندو دي تغان يعني أنا نزلت من نو دي صندو دي تغان يعني أنا نزلت من القطار طبعا القطار كلمة مسكولة مذكرة خدت دو طيب هنا دو لا فواتير دو لا فيان طب الميس إمتى هستعملوا الدو يا ميس لما تلاقي بين الوسيلة المواصلات اسم آآ صفة إشارة آآ صفة ملكية تمام أما هنا الوسيلة مباشرة فبستعمل لإمة دو للكلمة المسكولة المذكرة واصلت المواصلات المؤنسة بستعمل دو لا واصلت المواصلات الماس قبل ترفوية الحرف المتحرك بعمل إلا أبصرف طيب في حالة تانية الفرب دو الصندر إيه هي؟ الفرب دو الصندر بيجي بعدي ال-a وال-o طب إمتى أستعملهم؟ نوضح بالأكزامبر أما أقول هنا جي في دو الصندر على أغا بوشا على أغا بوشا يعني أنا سوف هنا في تير بروش أنا سوف أنزل الفرب هنا جاء في الأنف نتيب في المصدر لأنه قابليه الفرب مصرف الفرب قال هنا بمعنى سوف في تير بروش مستقبل قريب يعني أنا سوف أنزل المحطة القادمة طب أنا عندي مصطلح على بعضيها خدل مع المحطة على أغا طب ناخد إمتى القو لما حدد المحطة وحدد الرقم بتاعها أما أقول أل ف دو الصندر هي سوف تنزل أو سنك يام أغا سز يام أغا تغوز يام أغا المحطة الخامسة أو الموقف رقم خمسة الموقف رقم ستة الموقف السابع يبقى أنا هنا محددة الموقف الرقم بتاعه في خدته أو هنا الموقف بصفة عامة في خده أ دو الصندر على أغا الموقف و سنك يام أغا المحطة أو الموقف الخامس أنا معي هنا ثلاث فربات مهمين بس تعملهم مع وصائل المواصلات س م ت س خلاص شا طيب مع النو تبقى نو 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 مع الفو فو 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 مع الإل والقال تبقى س طيب إيه المعلومة تانية نتعلمها عن الفرب هنا الس عشان تحتفظ بالنطق بتاعها فبعمل لها علامة تحتها أدي الس تنطق بس عشان أحتفظ بالنطق فبعمل لها خمسة صغيرة كده فبقول هلا نو نو دي بلاس س فو فو دي بلاس حطت لها الس هنا مش محتاجة الس لإني جاب عديها الأ مع النو فقط بحط الس السيديل الصغيرة عشان حفظنا عن عامية النطق س دي بلاس هم يتنقلوا هنقول هنا جيم دي بلاس تي دي بلاس تي تي دي بلاس إل أل س دي بلاس نون دي بلاس هو دي بلاس إل أل دي بلاس داب فرب منتي ونشوف المعلومة المهمة عن إن فرب منتي يصعد دي مجموعة أولا ما فيهاش أي حاجة يا إني Bergman هات المجموعة الأولى مع الجو مع تي أس مع الإل والأل والأل بعد ما نحذر في الإير فاللي بالنا مع النو وإن أس مع الو إز طيب الفرب ده اللي تركيه مع وسائل المنصرات خلي بالك يسبق بحرف جردان خلي بالك يعني اللي هم المسافرين بيطلعوا أو بيصعدوا في القطار طب خط هنا الدان خلي بالك للمسافرين مونت دان لفيو بيصعدوا جوا الطائرة طب هنا كلمة دان بتيجي مع كلمة منتمع وسائل المواصلات قريت لو عجبنا الفيديو منساش اللايك والشير والاشتراك في القناة